شارك وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح في احتفالية الذكرى الأولى لافتتاح بعثة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد والتي أقيمت اليوم الثلاثة عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع وجاءت الاحتفالية بدعوة من سفير مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت كريستيان تودور وبحضور كافة رؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى البلاد وقد ألقى الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن سروره للمشاركة في هذا الاحتفال الذي يمثل خطوة مهمة ويعد مؤشرا قويا على العلاقة العميقة والمتينة التي تربط دولة الكويت بالاتحاد الأوروبي وشهادة على الأهمية التي يعول بها كل جانب على الآخر وأشار وزير الخارجية إلى المساعي التي تقوم بها دولة الكويت لتطوير علاقاتها مع جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومع الدول الأعضاء منوها بأن دولة الكويت هي أول دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقعت اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي والتي تعد حجر الزاوية في العلاقات الثنائية الناجحة التي تربط الجانبين والتي فتحت الأبواب ومهدت الطريقة للطرفين للحوار والمشاركة في نقاشات تفصيلية في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية والأمنية والتعاون في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية والعديد من القضايا الحيوية الهمة كما استذكر وزير الخارجية أن نتائج البناء والمثمرة للمشاورات والمناقشات السياسية المكثفة بين الجانبين لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية والمساهمة في حلها أو التخفيف من حدتها وعلى وجه التحديد استضافت دولة الكويت والاتحاد الأوروبي لعدد من المؤتمرات المانحين الدولية ومؤتمرات الإغاثة لسوريا والعراق وشعب الروهينجا علاوة على العمل المشترك بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي في دعم الحوارات الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره وتجفيف منابعه من جانبه أيضا أشاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي كريستان تودورو بالتعاون والدعم الكبيرين الذين تتلقاهما البعثة منذ تجشينها العام الماضي معربا عن وافر التقدير والامتنان للمساندة التي تلقتها البعثة من وزارة الخارجية والقائمين عليها نحو تسهيل كل الإجراءات العملية والمهنية لإتمام أعمالها بكل اقتدار ثمن أيضا كريستان تودورو عاليا الجهود والمواقف التي تتخذها دولة الكويت على الصعيدين الإقليمي والدولي وبمبادراتها الإنسانية ودعمها لحفظ أمن واستقرار المنطقة